بعد النهاردة النهاردة تطلع صاعد بتلات نقط وصاعد ونتدخل فيك ستة اهداف ورغم ان النهاردة الحلقة ايجابية شوية زي كلامك النهاردة انه تحسننا كثيرا بس الناس برضو هتبضل قلقانة يقول لك تم احنا عملنا كده قدام موزنبيك وقدام كافردي حتى لو لقيمنا مثلا كونغو ولا زنبيا في الدول اللي جاي وقاكيا لقيمنا غير يا الاستوية مع الامور صعبة انت شايف الامور هتبقى صعبة الفترة اللي جاية ولا بعده ساعدنا بقى ناخد نفسنا ونلعب لعبنا بص مع المنتخبات الكبيرة خاصة المنتخب مصر لأ ما بتحصلش وحلو اللي انت ممكن ان شاء الله تلعب فيرقة برضو زي الكونغو تلعب فيرقة برضو مفيش فيرقة صغيرة بس انت خلاص انت لمطش ده خط سيقة خط سيقة كبيرة يعني انك بالروح دي بالاداء ده من الشوت التاني زي ما انت قلت مبارات غنى وتعادل موزنبيك في الدياء الاخيرة ده يديك مؤشر ان لا الحمد لله ربنا عايز المنتخب المصري يروح لحتة بعيدة السيناليو الأحلى النهاردة بقى ما دخل فينا الجون التاني بنبص على مطش غنى وموزنبيك جابه جولين في الدياء اتنين سينو دي ساو اه فاللي هو دي عايزاك ايوه عايزاك بس انت لازم تلعب بنفس الرتمي ده بنفس الطريقة دي بنفس الاسلوب ده وانت كمان مستر فيدوريا تبقى محضر سيناليو المباراة لان انت مطش موزنبيك وده اللي زعني انه ما كانش عامل سيناليو المباراة هو اتفاجئ بال اتفاجئ بال خاصة ان الموزنبيك ما كانش بتدافع معاك لا ده كانت بتهاجم وكانت بتلعب بشكل مفتوح ولكن انت ما تعبتش على قد المباراة وربنا اداك ضرب الجزاء الفاخر دي لو كنت اتغلبت وانت كنت خرجت من البطولة فبالتالي شوف السيناليوية اللي عاملة ربنا سبحانه وتعالى ان هو مباراة موزنبيك تتعادل في اخر دي ان موزنبيك نفسها تتعادل مع غانا في اخر دي او هي مغلوبة 2-0 وانت تعمل الاداء ده والروح دي واللعب يبقى عندها رغبة واسرار ان هي تكمل المشوار فاعتقد لا هي بس الحاجة اللي انا شايفها ان شاء الله برضو زي ما حصلت في البطولة اللي فاتت جبل النهاردة الشيناوي مش في مستوى بصراحة في الثلاث مباراة فغالبا الشيناوي عنده مشكلة في الثلاث وحتى لو مفيش لازم العدل بيقول لا كمل وخش ولعب هو ده انا بحب كده انت فاهم انت في تأثير انا شايف ان شيناوي حتى لو عندهش اصابة كبير لطي في اكتداع او اسكنازي النهاردة ورابط او مخارج النهاردة ورابط دراع ما يكملش يعني ابو جبل يخش ابو جبل يخش صراحة مش عشان جبل معاني في الفرقة لا والله انا انا يعني انا بتكلم كمنتخب مصر بتكلم بالله انا شايف يعني اشان محدش يربط دي بدي يعني فيها مقصود ايه هو اللي نزل النهاردة هو التاني دلوقتي لا وانت اirdi ان انت وانا وكلنا شايفين شناوي هيفضل حارس اول لمنتخب مصر طبعا طبعا يعبيش اتنين هيختلف لا لا خالص بس انا بتكلم بتكلم عن حالة بتكلم عن حالة الشناوي مش هي والشناوي طالما مصاب خلاص كامل بجبل وما حصل كده في البطولة الفت ولو تفتكر حتى حصلت مع صام الحضري فأنا أشوف بالتالي من العدل إن كل واحد ياخد حقه يعني طيب حسب طبيب منتخب مصر دكتور محمد أبو العلق فبيقول إنه الشناوي عنده إصابة في الكتف ويعمل أشياء ويتأكده بقى من حجم الإصابة إن شاء الله الأول يبقى سليم إن شاء الله بصنع لأن الشناوي يكون كبير ويدي المنتخب مصر كتير هو رقم واحد في مصر حاليا لو قلت لك بقى بعد كل التغيرات واللعيبة اللي دخلت واللعيبة اللي خرجت التشكيل اللي بقيت شايفه مناسب لمنتخب مصر دلوقتي نبدأ بيه دور 16 إيه هو بص أنا بصراحة يعني شايف النتريزيجي لازم يبقى موجود لو بتكلمني مثلا عن خط الظهر أقولك على جبل محمد هاني النهاردة محمد هاني هايل هو فتوح الغاز بنعنه عشان مش جاهز عشان مش جاهز وأنا يعني برضو فتوح يبقى بديل كويس في الحالة الهجومية لو أنت عايز تغير في الحالة الهجومية لأن الفتوح في الحالة الدفعية مش هو فتوح برضو عكس محمد حمدي فأنا أقول محمد حمدي أقول محمد هاني أقول حجازي محمد عبد المنعم ينفعش تغير في خط الظهر ده أقول برضو مروان عطية بصراحة إمام عشور وجهة نظر يعني أنا بشوف بقى بصراحة لازم أضغط على الفرقة ولازم أخذ المبادرة فأنا بقول إمام عشور وترزيجي أسطفى محمد أسطفى محمد زيزو مرموش لازم المبادرة تبقى من عندي يازم أنا أضغط على الفرقة من قدام وأستغل اللي حصل ها وإن أنا اللي أجيب جون أنا عايز أنا الفعل مش أرد الفعل صحية فبالتالي أنا أشوف أن ترزيجي بيشتغل دي بيشتغل تماما كويس قوي كويس قوي برموش بيشتغلها كويس قوي ترزيجي ناحية الشمال يعني هيبقى في تبادل أدوار بشكل كبير جدا وبعدين على كلامك أنه ترزيجي لو في الملعب من أول دي فأنت حتى لو بدأ 4-3-3 وحبيت تغيرها 4-4-2 فعندك الملولة هتدخل برموش وترزيجي بس كده سهلة جدا سهلة جدا بس أنت في الأثناء المباراة يعني مش محتاج تعمل تغيير بالزبط ليه لأن أنت بصراحة يعني عندك الحلول الكتير اللي إداره تخلصه المباراة من بدري صحية ما تستناش بقى الفرقة لأن أنت بالطريقة دي وبالشكل ده أعتقد الأمور طبعا صعبة لأي فرقة بتلعبك يعني